صباح الخير اصدقائي من قاعدة ميرو بحييكم. قاعدة ميرو للمعلومات طبخ. يارب بتكونوا بصحة وخير. بتشكركم لتدعمكم للقناة والكومنتات اللي توصلها. النهاردة اصدقائي هنقدم دبابيس فريخ بتدبيلة رائع. النهاردة اصدقائي هنعمل اه وصفة اه من مطاعم تكة اه المعروفة والمشهورة. اه يعني عندنا اه دبابيس او فريخ اه صدور او اوراق اه فريخ اه اي حاجة عندكم هنعملها بتدبيلة اه مطاعم تكة. يعني هنعمل دبابيس باسهل ما يمكن بتدبيلة سهلة وسريعة. اه هتحبوها قوي. يلا بينا على الفيديو نشوف ايه هي التدبيلة بتاعتنا النهاردة. اه اول حاجة اصدقائي في الخطوات هنحضر اه محلول النقع. عندي اه اه ايس او تلج. وهنحط مية. عشان ننقع الافراخ اه او الدبابيس اللي عندنا في مية سقعة. حطينا مية متلجة. وهنحط شوية خل. وهنحط لامون. ده كله مية النقع. سكر وملح. وحبهان ومستكة ورنفل وورق رورة. لسه حط ورق رورة. اهو. دي الحاجات اللي احنا اه هنحطها. دي في مية النقع. اه اه ادي ورق. عشان طبعا دي بتدي ريحة وطعم كويس قوي للفراخ. اه مهمة قوي اه مية النقع. بعد كده اصدقائي هندوب طبعا كده. وهنروح نخسل اه الدبابيس. ونجي لكم ان شاء الله بعد اه غسيل اه الدبابيس. اصدقائي بعد ما حضرنا اه محلول النقع هنحط بقى اه الدبابيس. اهي. لمدة نص ساعة. من نص لساعة. اهو. طبعا حطينا ملح. وسكر. وحبهان ومستكة. وورق رورة. عشان تدي نكهة. اه للفراخ. سواء فراخ اه عادية او دبابيس او ووروك او صدور. اه وحطينا خل ولمون. هنسيبهم اه في المحلول ده. قولنا نص ساعة. هنبتدي نحضر اه التدجيلة بتاعتنا عندنا اه زباجي. هنجيب اربع معالق كبار زباجي. اهه. معلقتين صلصة طماطم. ادي معلقة. ودي معلقة. بشري لمونة اصدقائي. هنبشر لمون. ونضيفه على التدبيلة. هنضيف بشري اللمون. وهنضيف عصير لمونة كاملة اصدقائي على التدبيلة. هنحط هنا. اللي خدنا منها البشر. ونعصر اهو. لمونة كاملة. نقلب اصدقائي الخل اللي هنحطه دلوقتي معلقة صغيرة خل اهو. هنضيف اه جنزبيل اللي عنده طبعا بشر جنزبيل او بودرة جنزبيل. هنحط على اه التدبيلة. عندي فصين اه توم اه اصدقائي. اه اضيف بشر توم. اه اه كمان. نص معلقة صغيرة اه كركم. وهندوب التوم مع الجنزبيل مع الكركم. معلقتين زيت زتون اصدقائي او زيت عادي اه من معلقتين لتلاتة. اهو. ونقلب اه هنضيف ملقة. وفلفل اسود. فلفل اسود. معلقة صغيرة من الكمون اصدقائي اهي. وكسبرة. معلقة صغيرة من الكسبرة. اهو. التوابل نص معلقة. عنده شطة. هيحط اه نص معلقة شطة او اه اللي هو شيلي. اه فانا بكتفي بالتوابل اللي عندنا دي. هنضيف نص معلقة من النعناع المجفف. اه اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات او من الفيديوهات السابقة. هيدي طعم جميل جدا. ندوب بقى كده. اللي عنده شطة زي ما قلتلكم اصدقائي حط. انا اه اضفت ملح وهي اه بنحط معلقة او نص صغيرة ملح. هنضيف ملح كمان. ونبتدي بقى نجهز الفراخ بقى لها نص ساعة. لاننا نحطها في التدبيلة. قبل ما نحط الفراخ في التدبيلة اصدقائي هنبتدي نشرح الفرخة. يعني ايه? يعني هنقطعها كده. كده. وكده. عشان تتشرب اه التدبيلة بتاعتنا. الواحدة تانية. اهي. اهو. زي ما انتم شايفين كده. هنعمل كله كل الكمية اللي عندنا ونرجع لكو تاني اصدقائي. طبعا ريحة التدبيلة جميلة جدا بالتوابل اللي احنا اه حطناها. دي تدبيل التكة. هنبتدي بعد اه التشريح اللي احنا عملناه اصدقائي. نحط اه اه الدبابيس في اه التدبيلة. اهي. وطبعا نقلبها كويس. بعد ما نحطها. نبتدي بقى نقلبها اه كويس جدا. علشان كل التدبيلة تدخل في اه الفراخ اللي عندنا او الدبابيس اللي عندنا. هنبتدي نقلب اصدقائي الفراخ او الدبابيس في التدبيلة. اهي كده ها. ونسيبها لو اقول لكم ان كل ما سيبنا الفراخ اه في التدبيلة دهيت. مسلا يوم كامل في التلاجة هتبقى الطعم رائع جدا. بس عشان انا ما عنديش وقت انا هسيبها نصف ساعة. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. نحاول نتأكد ان كل التدبيلة دخلت في الفراخ. اهو. اه اصدقائي هنحضر صانية زي اللي انتو شايفينها كده صانية فرن. اه وهنحط فيها اه زبدة او سمنة في القاعة كده ها مندهنها. نحط الفراخ. طبعا ممكن اننا نحط طبقة شرايح اه تحت الدبابيس او تحت الفراخ. اه بس تكون شرايح رفيع. هنحط بقى كده الفراخ. بعد كده اصدقائي هنبتدي نحط التدبيلة. اها كلها على الفراخ. وهندخلها على الفرن اه في الرف اللي فوق على طول الشعلة. اه على درجة الاول بنسخل لمتين وبعدين ننزلها لمية وتمانين الحرارة. طبعا هنحط هنحط كل التدبيلة نصبها على الفراخ. اهي. دي ما انتو شايفين كده. ونبتدي ندخلها الفرن. اعايز اقول لكم اصدقائي التدبيلة طعمها خرافي. اه وخصوصا اما تزبطوا بقى الملح في الاخر. هتبقى طعمها رائع. يلا بقى نحطها في الفرن ونرجع لكم بعد ما تششوى اه الدبابيس بتدبيل التكة. هي بتاخد اصدقائي حوالي خمسة واربعين دقيقة. اه لغاية ما يحصل اه نهات الشوى. طبعا اصدقائي طلعت اه الفراخ. اه بعد اه نص ساعة. انا هقلبها. ودخلها تاني. ريحة جميلة جدا اصدقائي. هندخلها تاني بعد ما قلبها. اه على الجنب التاني. علشان كله ياخد شاوي جميل جدا. هنبتدي نقلب اصدقائي. كل واحد على الواجه الاخر كده. عشان كله ياخد اه كل الجهات تاخد اه الشاوي الجميل ده والمنظر الجميل ده. دخلها تاني الفرن اصدقائي. لغاية ما تاخد وش جميل. اه اصدقائي طلعناها من اه الفرن. اه طحفة طعمها. اه التدبيل بتاعتها والريحة فضيعة. ارجو اصدقائي ان انتوا تطبعوا الخطوات والمكونات. وتعملوا الطريقة دي جميلة. اه شكرا وعلى اللقاء وتحياتي. طبعا اصدقائي الوصفة دي بتتقدم مع رز. اه ابيض هيبقى حلو قوي. اه شكرا وعلى اللقاء اه بوصفات جديدة. واشكركم. من القناة ميرو بحييكم.